من بين المعارك التي يخوضها العراق لاسترجاع هيبته وسيادته على مقدراته يهزم البلد في معركة شرسة للحفاظ على اراده المائي الذي يمثل جزءا مهما لا يقل وزنا عن كنزه النفطي المهدور كذلك اكثر من 15% من الاراد المائي يهدر في البحر سنويا وهي حرب تخوضها البلاد بفعل المد الملحي او ما يسمى باللسان الملحي العراق الذي يخوض المعركة وحده لاسترداد حقه المائي امام سلاح التجاوز الخارجي الذي يتمثل بدول الجوار سيما تركيا رغم محاولات الذهاب الى ورقة التدويل الا انه لا يزال يستمر في تقديم ضحية مياه شط العرب بخسارة على حساب نهري دجل والفرات اللسان الملحي تمدت دون هوادة ويدخل شط العرب باتجاه البصرة ومع اهدار كميات كبيرة من مياه دجل والفرات لانها لا تفي بوقف المد الملحي فالتقارير المختصة ومسؤولون اكدوا تقصير الحكومات المتعاقبة ايضا في دعم المد الملحي على ابتلاع حصة العراق المائية وهو ما يثقن الخسارة في المعركة بارتفاع نسب الجفاف الحقيقي في البلاد وبلغة الارقام فاذا معركة اللسان الملحي تتسبب بضرورة وجود اطلاقات مائية تبلغ بين 85 و 100 متر مكعب بالثانية وباعتماد المعدل المتوسط للاطلاقات المائية بنحو 90 متر مكعب بالثانية فهذا يعني اطلاق قرابة 8 مليون متر مكعب يوميا او قرابة 3 مليار متر مكعب سنويا وكان معدل الارادات المائية سنويا للعراق تبلغ 60 مليار متر مكعب لان خلال سنوات الجفاف الاخيرة فان ارادات العراق المائية سنويا لا تبلغ حاليا اكثر من 20 مليار متر مكعب وبذلك فان 15% من ارادات العراق المائية السنوية تطلق الى البحر بلا فائدة كحل استنزافي لمواجهة اللسان الملحي ودفعه ومنعه من التقدم من هنا يؤكد مختصون على اهمية انشاء سدة شط العرب لمنع تقدم اللسان الملحي بدلا من هضر المياه السدة المائية التي يؤكد مختصون انها تكاد تكون الحل الوحيد لايقاف استنزاف المياه برز الحديث عنها في وقت مبكر مع زيادة تملح مياه البصرة منذ العام 2018 لكن وعلى ما يبدو بحسب وجهة نظر ثاقب للقضية الخطيرة فان تركمات التلهل الاداري او التغافل عن تحقيق علاجات فورية على ارض الواقع تقع على عاتق الحكومات العراقية المتعاقبة وفي حال لم تسعف الحكومة الجديدة حلول فورية فان مياه العراق ستغرق في ملح قد يزيد ويصبح بحر ملح لا يذوب ترجمة نانسي قنقر